وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد النواب أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يستهدف السيطرة على السوق في حين أشادا نواب آخرون بالاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها والخاصة بقطاع البترول انتهينا من كافة المواد الحمد لله شددنا بعض العقوبات لبعض الممارسات الاحتكارية في السوق سواء سوق تجاري أو سوق صناعي أو حاجة اقتصادية والحقيقة هذا القانون مهم جدا جدا للسيطرة على السوق لأن دايما المتغيرات الاقتصادية تتطلب مننا دايما تعديل التشريعات لموجهة أي قصور موجود في الاقتصاد أو في الصناع أو في التجارة بتيجي أهمية الاتفاقيات الثلاثة اللي وافق عليهم المجلس اليوم في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة والبترول خاصة وشايفين بعد الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة بشكل مبالغ فيه طبعا الدولة المصرية قامت بمجهود من سنة 2018 بعد الحصول على اكتفاق الزاتي من الغاز الطبيعي وقدمنا تحدي تاني لأن احنا تقريبا بنستورد 50% من استهلاكنا من الزيت وده ياخدنا لاتفاقات اليوم قدامنا تحدي تاني لأن احنا زيادة السكشاف أبار جديدة وتطوير الأبار الحالية علشان نقدر نرفع انتاجنا من الزيت الخام خلال الفترة الأخيرة مصر شاهدت طفرة كبيرة جدا فيما يخص القطاع البترول يكفي أن احنا دلوقتي أصبح عندنا اكتفاق ذاتي من الغاز الطبيعي شيء محترم جدا بالنسبة لنا كانت خطوة قوية وكبيرة وشديدة التأثير لو أقدر أننا أقول كمان أعتقد أن مصر في الفترة الحالية بتبحث أنها كمان يكون عندها اكتفاق ذاتي من الطاقة البترول طبعا هيكون بالنسبة لنا نقلة قوية جدا قوية على المستوى المحلي أنك يكون عندك اكتفاق في السوق المحلي الخاص بيك وكمان هيكون عندك طاقة أن أنت تصداري هذا للخارج